مرحبا جميعا معكم خالد واهلا بكم بحلقة جديدة على قناة المعرفة بعروية لتعلم السويدية يوم هو الدرس الرابع عشر من حصة أوصف تعلم اللغة السويدية واليوم نحن نتعلم كلمات جديدة مختصة بأغراض البيت فألاق لكم الذين لا يعرفوا كثير بأغراض البيت بالسويدي خاصة المطبخ اليوم سيحكي عنه كثير كمان الجمال الجديدة بتتعلق بالضيوف كيف بدنا نحن نستقبل الضيوف هون جاين لعنا وثالث شي لحن نشوف محادثة لما لحن نستقبل ضيف ونحكي معه ورابع الشي كمان لحن نحكي بشكل مختصر ضقرتين كتير سريعين عن العادات بالسويد يعني لما الواحد بده يطلع برات البيت لتأبي ناس جداد وانه يعزمون على البيت فانه كيف شغلية صايرة هون بالسويد كمان بالاخير دي جاوب على السؤال انتو تركينوا بالتعليقات أسفل الفيديوهات السابقة فإذا عندكم سؤال تركوه فورا لحتى قدر جاوب عليه بالحلقة الجاية أو الدروس القادمة كما لا تنسون انتو كمان فيكن تدعموا القناة عن طريق انكم تنتسبوا للعضوية هون على اليوتيوب عن طريق الضغط على الزر هذا أسفل هذا الفيديو وبعدين لما تنتسبوا وتصيروا أعضاء فلما أنا أنشر كل حلقة من صف تعلم السويدية سيصلكم ملف PDF بقلبه فيه كل شي معلومات أخذتوا بقلب هذا الدرس زائد الترجمة زائد الأمثلة مشان تاخدوها معكم وين ما رحتوا بملف واحد كما لحت تساعدوني اني أنا قدر استمر بتنزيل دروس تعلم السويدية لالكن دائما فدرسنا كبير شوي اليوم فخلينا فورا هلأ نبلش بالكلمات الجديدة أول شي اللي احنا نتعلمه هو بوك هيلة بوك هيلة يعني رف كتب فيروة فيروة يعني خزانة في الدروش خلاد هانقرة خلاد هانقرة يعني علاء علاءة التياب سكريف بورد سكريف بورد يعني مكتب صوف بورد صوف بورد يعني مثل طاولة قهوة أو الطاولة اللي احنا بالعادة منحطها عنا بغرفة العادة بين الكنبايات سكوب سكوب يعني خزانة بد صوفة بد صوفة يعني صوفة مع سرير صوف تونة صوف تونة يعني سلت أزبالة كفاست يعني مشة هينك هينك سطل دار مطة دار مطة يعني ممسحة أرجل روب سكوب يعني دائرة الكهرباء اللي لما نصنطنطفي الكهرباء اللي احنا نرفع الزر فالحنا نروح له هاي دائرة الكهرباء روب سكوب وبعدين في ستريك برادة ستريك برادة يعني طاولة المكوى فاك أوتاغ فاك أوتاغ يعني قابس كهرباء إيلد ستاد إيلد ستاد يعني مثل الأرنى اللي احنا منشعل فيها النار بقال لغرفة العادة فارشيان فارشيان اللي هي الستارة المعدنية اللي احنا مننزلها ومنطلها جاردين جاردين يعني ستارة فوردس دوك بوردس دوك يعني شرشف الطاولة لاكان لاكان يلي هو شرشف ستارين ستارين يعني الجمع جلد لامبا جلد لامبا يعني لامبا كهرباء ساكس ساكس يعني مص تايب تاريت لاصق هابش ناس دوكار هابش ناس دوكار يعني محارم براد رست براد رست يلي هي مصص الخبز فار برادة فار برادة يعني لوح التقطيع شاكس فوق شاكس فوق ميزان المطبخ الميزان الصغير جريت فانتة جريت فانتة يعني كفوف الفرن كونسارف أبنر كونسارف أبنر يعني فتاحة العلب ماتخيد ماتخيد هاي مشان القياسات هون تصفى ماتخيد يعني ملعقة طغام تيخيد تيخيد يعني ملعقة شاي كفل كفل يعني شوكب بورك بورك يعني علبة أو أطرميز سكول يعني وعاء باسك باسك يعني نوباللوع تيسك ميدل تيسك ميدل يعني صابون غسيل تيسكا تيسكا يجلي صوب فوسة صوب فوسة يعني كيس زبالة أو كيس خمار تفعت ميدل تفعت ميدل يعني صابون الغسيل تبع للتياب بيوك ميدل ميوك ميدل يلي هو المطري تبع للتياب ستيجا ستيجا يعني سلوم بور بور يعني مثقب والفعل مننا أنه يثقب هي بورا بورا بعدين عنا سكروف ميسل سكروف ميسل يعني مفك براغي مؤت باند مؤت باند يعني شريط ياس سبيك سبيك اسمار موتر موتر يعني عزقه تبهيت تبهيت وراء الجدران قابل 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 ذاركتيك سلودة ذاركتيك سلودة يعني صندوق العدة سكروفة إي هو فعل سكروفة إي يعني عم يشد إذن الحمد نقول عم يشد البرغي منقول كمان انسكروف سكروف سكروف هو البرغي فسكروفة إي يشد هدن عنا سكروفة لص سكروفة لص يعني يفك البرغي هدن عنا يصلح ريباريرة فارة فارة يعني يقص لصة بو يعني يحل أو يفك كابسول أبنرة كابسول أبنرة فتاحة بطل أنينة كاسترول كاسترول يلي هي القضر أو الكاسترولة بعدين عنا فيسب يلي هو الخفاء بس نقول إنه خفاء كربا منقول إيل فيسب فيسب و إيل فيسب ستيك بانا ستيك بانا يعني مقلة وبعدين تي كانا تي كانا يعني أبريء شاي بعدين و أخيرا ريفيان ريفيان يعني أداة البشر تصوصي كمان تعجبنا ريفيان و هلحنا الوقت للجملة الجديدة اللي احنا نتعلمها اليوم اللي هي مختصة بإنه لحنا نستقبل الضيوف فأول جملة اليوم هي هار دو نوغوت أت يارا إكفال هار دو نوغوت أت يارا إكفال هل انت عندك شي لتعملها اليوم مثلا فينhe هنا نقول هذا الجملة هار دو نوغوت أت يارا إكفال فيل دوكoma و بسوك و مى هار دو نوغوت أت يارا إكفال فيل دوكما و و بسوك و مى هل إنت عندك شي لتعملها اليوم بدك تيجيل عندي وتزوري فيل كنتيذ zg adären فيل كنتيذ zg adären فيل كنتيذ skad през през maar يعني إنت أمسك إي مثلا هار دو بيس تم دي أن فيل كنتيذ everywhere هار دو بص تم دي أن يعني هل انت قررت ما بعد امتى انت بدك تجي يعني انا بسمع منك اذا انت لاح تجي مثلا انا بسمع منك اذا انت لاح تجي انا بالبيت بالصباح كم توقع قبع 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 امر اشagit لاحق ايها رأيتك انت بدك اش GRAND اصجد ان اشagit teeth هادو قمت وَاكُولُ أَسِيَ دَي نَرَا أَرَى وَيَتَوكُ دُو سِرُّوِتَ أَتْ مُوْ بَا أَتَ تَبْدُعَ لَمَيُرَام دُو سِرُوِتَ أَتْ مُوْ بَا مثلا ده هارت سو لنه دو سرُوِتَ أَتْ مُوْ بَا ده هارت سو لنه أَنِن سَرَنَا فَاتْرَ تَوِيلَ مَا تَعِنَا أَتْ تَبْدُعَ لَمَيُرَام دو سِرُوِتَ أَتْ مُوْ بَا ده هارت سو لنه دو سو لنه دو سو لنه دو سو لنه يمكنك أن تزيل أحذيتك مثلا دو سو لنه 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 يعني أنا هلا تماما خلصت انضيف في البيت ففق أنت تشلح أو تزيل حذائك عدهين يعني إشعرك أنك في منزلك مثلا يعني إرجاء ان إدخل وإشعرك أنك في منزلك كمان فيكم تقول لالضيف مثلا يعني يمكن ان أجلب لك شئ اللي تشربوه أو مثلا اللي تأكلوه deshalb مثلا و المثال كان يفودي نوغط أدريكا ميدان في فانتر هل فيني أنا مسلا نجيب لك شي لتشربه ميدان في فانتر بينما لحنا ننتظر مسلا و فيه كمان جملة سلو دينير سلو دينير يعني إجلس مثلا سلو دينير أكبراتا أمفادو هار يورت سينست سلو دينير أكبراتا أمفادو هار يورت سينست يعني إجلس و إحكي عن إنت شو عملت آخر أدين بهوهر دو نوغط بهوهر دو نوغط وأحب دو نوغط أنا هل تحت أسأل مثلا بهوهر دو نوغط كنشي كنشي يجال تي كنشي كنشي يجال تي يمكنني أنا روبا ما أن و سأعيد أدين طاق فورة دو كم إدى� شكرا لينك أتاят أليوم مثلا طاق فورة دو كم إدى� دوار جاترولي دوار جاترولي يعني انو كان من الممتع جدا بعدين يعني شكرا على السهر الجميلة يعني رجاءن تعمل رتاني وزرنا مجددا وبعدين في هل فيني جيب لك شي لتاكله مثلا يعني هل انت جيب لك شي لحتى تاكله هل بدك شي لتشربه مجنب الأكل تكون تقولوا انو نحن اذا نشرب شي مجنب الأكل بتقولوا دريكة الماطن وهلو صنا الفقرة التالي اليوم اللي هي استقبال الضيوف لحن شوفوا محادثة بين شخصين اول واحد هو جاي عالبيت بده يزور الشخص التاني والتاني هو بده يستضيفه بعدما نخلص من المحادثة ونترجمها بشكل سريع انتو وقتا رح تاخدوا دور الشخص اللي بده يستقبل وانا بوقتا باخد دور الشخص الاول اللي هو جاي يزوركن خلينا لانبلش فورا فهذا الشخص اللي جاي يزوره عم يقول يعني مرحبا عفواني انا جيت شوي متأخر لم يكن من السهل اللي انا لا اطريق الى هون دور انت صلت اتهيت تهيت ومهلا شخص التاني برد عليه هاي دير اوكاي مرحبا كل شعال ما يرام فاكل اوصية داي يعني من الرائع رؤيتك ومهلا هو بيقول له دي سامة يعني نفس الشي هور هار دي فارت مداي كيف كانت الاحوال معك اللي بيقول له دي جور برامي مي يعني الاحوال المنيحة معي كومين سنلا وكشان داي سمهمة يعني رجاء ان فوت تخول وكشان داي سمهمة حسوك انك انت ببيتك اللي بيقول له يعني انا عفون قال اول شي شكرا يعني انا لح اشلح بوتي وين انا لح علي الجاكت وم هو بيرد عليه انا فيني اخذ جاكتك لش ما اجا احمد معك لش ما اجا احمد معك جاك تنك تي ات ني بوضا سكولي کما او بيساك مي اداغ انا فكرت انو انتو لتنين لح تجوليوم ودزوروني جاك تنك تي ات ني بوضا سكولي کما او بيساك مي اداغ اللي بيقول له هن اتوار سيك اوك لگر همه ميهوغ فبر هو الاسف مريض و اعد بي البيت بي حرارة عالي هن هار انفلوانسا هو انفلوانسا او بي رمشاك ات ان انتو کما اداغ و بي اعتزر بي رمشاك انه هو مفیو اجيليوم ات ان ان انتو کما اداغ اللي برد علي او by اصابت انا سب بي قرب انو انه لا ارف поп닝 اول برو او بردا قانش يمكننا التقاط إلىیو meeting سماع技 لساعدت منكم addition لن تشوق العجور هميرا قلت لدينا بالعمل أنrar اص dá線 نارية والفامل لكن التصالح الكثير من وجود الاعترفست لا أصدق من حتى يسوفنا علي تكارل هو Grass وكما يقول كانو كم شعور قال أعجب ساعدت لكم نمتل حدث أهما birthday أكسان كان في بيساكا هنم نحن نستطيع أن أحمد بيشار بشكل أفضل وبعدين نحن نزوره بعدين يقول له سبينة يعني رائع الآخر شي يقول له سنلا كومين نوع أكسات داي يعني رجاء أن هل فوت وعود في لدوها كافة التي هل بدك أهوة أم شاي كني همتا داي نوغوت أتاتا أمدوه هونغريك الآن فيني أجلب لك شي لحتى تاكله أتاتا أمدوه هونغريك إذا أنت ولم يقول له عن كوب كافة أوتان سكر بليربرا يعني كوب كافة أوتان سكر بدون سكر هو جيد بليربرا الآن نحن نريد حتى نأخذ الهنة أماكن هدول الشخصين وأنا أخذ شخص الأول يبدو يزوركم وأنتو دور الشخص التاني يبدو يستقبلني فأخيريا أبدأ فورا هاي بوداي وشاكتاتي أكملي التسين هل إنت سولت أتحيتتا هيت سأعروا هاي الجملة ذلك سبت ساما ربما في monsieur اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسنا حسنا نلوث للفقرة الرابعة لليوم هي السويد والسويدية نرى فقرتين كثير بشكل سريع بعدين نرجع ونترجمهم وسوف نحكو عن العادات بالسويد فهلا على اليسار ستراكم انتم عدة تلمات انا مختارة من قلب الناس كي نترجموها على الماشي Tycker du om att bjuda hem dina kompisar? Eller tycker du om att bjuda en av dina kollegor på en kuppkaffe efter jobbet? Det är ju vanligt att bjuda någon på ficka för att kunna lära sig mer om dem. I Sverige kan man få träffa mycket folk från olika kulturer och länder, antingen på jobbet eller i skolan. Och att bjuda folk på ficka är ett väldigt vanligt sätt att få lära sig mer om varandra. Trots att det finns människor i Sverige från olika kulturer och bakgrunder är nästan alla överens att det är ett bra sätt att träffas på. Människor väder runt tycker om att dela idéer och upplevelser och Sverige är inget undantag. Här har man inte bråttom. Det är vanligt att sluta jobba vid sjottontiden och sen kan man gå och ficka någonstans eller ta sig till publiket till exempel. Välskoecher är en förändring av en bra sätt också att kunna engager sig och träffa en kompisar för att bjuda hem. Välskoecher är en förändring av en förändring av en bra sätt. Välskoecher är en förändring av en bra sätt. Välskoecher är en bra sätt att den har ingångt för att de har lite käften för att ensamma en bra sätt. Börslarna är en bra sätt som är первos置er. Verklager att det finns många människor från Sverige från många av alla ära. Förena är en förändring av att de är en bra sätt att de är en bra sätt att det är en bra sätt. هون الواحد ما أنه مستعجل هي طريقة أو عفوا من كتير من الاعتياد أنه الواحد يخلص شغل الساعة خمسة وبعدين الواحد فيه يروح ويعمل فكة بشي مكان أو أنه ياخد حاله طوال شيء للبابلوتيكات يعني للمكتبة مثلا مثلا يعني أنه الكورسات تبع المسا أو الجمعيات هي طرق ممتازة أو طرق رائعة أيضا لحتى الواحد يقدر انقخير الساعة يعني أنه يقدر يدمش حاله لا يقدر أنه يفوت بالقصة وأنه يلتقى بنيا كومبيسر بناس عفوا بأصدقاء جدد لحتى هو يقدر يعزمون للبيت فرط بيوت دهام ولحن الوقت لحتى جاوب على السؤال أنتوا ترقينوا بالتعليقات أسفل الفيديوهات السابقة واليوم السؤال هو جاي من شهد وهي بتقول أنه شو الفرق بين هار و هابدي حتى نقدر نفهم الفرق بين هاتن تماما فخلينا نفهم الفعل هار أو هابدي مثلا كفعل اعتيادي مو كفعل مساعد يعني أنت سهلا كل شيء بتعرفوه عن هار خليني بلشكم من الصفر أطها يعني أن يملك هذا الفعل اسمه أن يملك هو مثل أي فعل تاني أنه يشرب يأكل يركض إلى آخره هو هابدي هو فعل اعتيادي أنا مثلا بقول هام هار تفو بيلر هو عنده سيارتين عنا الفاعل هام وعنا فعل واحد هار هو يملك سيارتين بس خالصة الجملة بس الآن إذا نحن بدنا نستعملها بالماضي أول جملة هي كانت بالبريزنس بالمضارع هو عنده سيارتين فهو لهلا عنده سيارتين بس إذا نحن بدنا نقول أنه كان عنده سيارتين فمنحول ها لا هادة وقتصارت بالبريتيريتون بالماضي هن هادة تفو بيلر هو كان عنده سيارتين الآن يعني ما عد عنده وإذا نحن بدنا نقول أنه صر له عنده سيارتين فنحن نقول مثلا اتفو أور يعني لسنتين صار له عنده سيارتين لمدة سنتين وهذا الفرق بينه وبين الماضي التاني اللي بريتيلتهم إنه هلق هذا بيدل إنه عنده هدول السيارتين بالماضي وما زال عنده هدول السيارتين هلق والمدة الزمنية تبعون سنتين فلاحنا حددنا إنه من سنتين لهلق لهلق موجودين السيارات بس الخربطة هلأ هون بتبلج نحن ليش عنا هار مرتين عنا هار هون بالبريزنس وعنا هار هون بالسوبينيوم المشكلة هون صار أنه هاي الهار اللي بالأورانج هي منا فعل اعتيادي هي هون فعل مساعد يعني هي عم تساعد الهار الثانية تبعي اللي تجاية عن جد أنه بتعني أنه يملك عم تساعدها لحتى لحنا ندل أنه هذا الشي ماضي تام أو سوبينيوم يعني شي صار له عم يصير فترة ولهلأ مستمر تماما هذا الشي اللي أنا حابب أفهمكن يا اليوم وهي اللي عم تسأل عنه شهد فإذا الآن منطلع على هار كفعل مساعد فهار مادة تساعد الفعل الثاني وتجي قبله فهذا الشي يعني أنه هذا الشي كان عم يصير بالماضي ولهلأ مستمر هون هار يوبات إفلي راور هو عمل لعدة سنين الآن منطلع على هاي الجملة ونشوف هار يوبات فلحنا منفهم أنه كان عنده شغل وما زال عنده شغل ما زال يعمل لحد هلأ لأنه نحن حاطين هار يوبات بس نحن كيف فينا نقول أنه كان عنده شغل وبعدين صار شي مثلا وقته نحن منحط هاد منبدل الهار كفعل مساعد ومنحط هاد كفعل مساعد ومنحط الفعل الثاني اللي هي عم تساعده اعتيادي هن هاد يوبات إفلي راور إنا هن ريستة يعني هو كان يعمل لعدة سنين قبل ما هو سافر يعني بكل بساطة هو كان بيعمل بس انتهى العمل طبعه ما عاد يشتغل لأنه حدث فعل السفر لأنه هو ريستة هو سافر فهذا بكل بساطة اللي هي لحنا أنا أحب أني ناديله هي ماضي الماضي يعني أنه شي صار بالماضي كان عم يستمر لفترة بعدين انتهى لأنه صار فعل ما اللي هو فعل السفر ريستة هو اشتغل لعدة سنين قبل ما هو سافر فلحنا بناخد من هذه الجملة أنه كان بفترة زمنية عم يشتغل فيها بعدين صار فعل السفر ومن بعده ما عاد يشتغل شكرا كثيرا لمشاهدة حلقة ثانية على قناة المعرفة العربية تعلم السويدية كما معكم خالد فيكن تشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب أسفل هذا الفيديو أو بالضغط على منتصف الشاشة لا تنسوا تحقوا من قناة المعرفة العربية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لكلمات يومية فيكن تضغطوا على يسار الشاشة للدرس اللي قبل هذا يمين الشاشة لدرس عشوائي